وبعد انتهاء المباراة فاز المالي أليو ديانج لعب خط الوسط في النادي الأهلي بجيزة رجل مباراة الأهلي ومبي وتقلقت ديانج بشكل كبير خلال المباراة وسجل هدف متميز بمجهود فردي وده هو اللي ساهم في تعزيز فوز الأهلي أعلن النادي الأهلي رسميا عن أول صفقاته خلال انتقالات يناير الشتوية والانطلقت يوم 1 يناير وأعلن أمير توفيق مدير التعقدات في النادي عن انضمام خالد عبد الفتاح لعب سموحة لصفوف الأهلي لمدة 6 شهور وده على سبيل الإعارة بنية الشراء وهينضم اللاعب لتدريبات الفريق ابتداء من النهاردة بعد انتهاء كل الإجراءات الإدارية مع ناديه وحصل محمد نجيب مدافع فريق الداخلية على جيزة رجل المباراة في مواجهة فريقه أمام الزمالك واللي خلصت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 وحصل نجيب على الجيزة بعد تقلقه الفني طول المباراة نادي بيرميدز أعلن عن تعقده بشكل رسمي مع البرتغالي باتيشكو علشان يتولى منصب المدير الفني لفريق الكرة خلال المرحلة اللي جاية خلفاً لليوناني تاكيس جونياس اللي فسخ عقده مع النادي بالتراضي نادي ترابزون سبور اللي بيلعب في صحوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجي فاز على فريق جيرسون سبور بنتيجة 3-0 خلال فعاليات المباراة اللي اتلعبت انبارح ضمن مواجهات الجولة السبعتاشر من منافسات بطولة الدوري التركي الممتاز للموسم الحالي فاز فريق منشستر سيتي على تشالسي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم انبارح على ملعب ستانفورد بريدج في قمة وختام مباراة الجولة 19 من الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023 بالنتيجة دي قلص منشستر سيتي فارق النقاط في صدار الترتيب الدوري الانجليزي وحافظ على المركز الثاني برصيد 39 نقطة فريق تشيلسي في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 25 نقطة اتعلق الدولي المصري محمد صلاح هدف فريق الافر فول في التدريبات اللي أقيمت انبارح استعدادا للمباراة المرتقبة مع ويلفر هامبتون واللي هتتلاعب بكرة ضمن منافسات الدوري الثالث من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي للموسم الحالي كمان شارك اللاعب الهولندي كودي جاكبو في التدريبات الجماعية لأول مرة مع نادي ليفر بول وده بعد انتقاله من آينت هوفن الهولندي ليونال ميسي نجم منتخب الارجنتين والمتوج بلقب كأس العالم آل أود أن أشكر الجميع على الاستقبال الذي تلقيته من جميع العاملين وزملائي في باريس سان جيرمان وسأتدرب جيدا حتى أكون جاهز للمشاركة في المباراة رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش أعلنت انسحاب البطل المصري علي فرج لاعب وادي ديجلا والمصنف الأول على العالم من بطولة هيوستن للاسكواش واللي هتتلاعب في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 11 والحد 15 يناير وجي انسحاب علي فرج من البطولة بسبب إصابة الرجبة اللي تعرض لها خلال مشاركته في النسخة اللي فاتت من بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر